استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضواء المجلس الدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي استقبلوا مبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز كرونبيرغ واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضواء المجلس مبعوث الأمم المتحدة إلى إحطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام المستدام وأكد فخامة الرئيس التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني هذا وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية تذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية وأنشطة القطاع الخاص والحريات العامة وعدم اكتراث تلك الميليشيات بالأوضاع الإنسانية الكهرثية في البلاد وأوضح الرئيس أهداف الميليشيات الحوثية من هذه الإجراءات التي تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للميليشيات على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحمل فخامة الرئيس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفي المقدمة الكشف عن مصير المناظر محمد قحطان والإفراج الفوري عنه بعيدا عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي يتطلب ضغوطا أكبر الإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة تالج مهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عواضب مبارك ومساعد مبعوث الأمم المتحدة معين شريم